تفجير جديد يستهدف مدينة أعزاز على الحدود السورية التركية يسقط عشرات القتلى والجرحة غالبيتهم مدنيون المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن التفجير تم بواسطة صهريج وقود مفخخ في منطقة المحكمة الشرعية أمام سوق في المدينة ما أحدث دماراً كبيراً بمبنى المحكمة والمباني المجاورة وأدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى والجرحة إضافة إلى وجود جثث متفحمة لم يتم التعرف عليها مصادر طبية أشارت إلى أن مشافي المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين فيما تم نقل بعض الجرحة إلى مستشفيات داخل تركيا مدينة أعزاز التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة عرضت العام الماضي لتفجيرات تبنى بعضها تنظيم داعش وأدت إلى مقتل وجرح العشرات تفجير أعزاز يتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية ضخمة مؤلفة من ألف الجنود والأليات والعتاد والذخيرة إلى الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي الشرقي القوات التركية صعدت قصفها على مدينة الباب ومحيطها تمهيداً لبدء عملية عسكرية مع الفصائل المعارضة ضمن عملية درع الفورات لطرد تنظيم داعش من المدينة التي تعد معقل التنظيم في محافظة حلب ترجمة نانسي قنقر